ضرب التعابير النسبية وقسمتها طبعا هنا نتعامل في ضرب التعابير النسبية مثل ضرب الكسور الأعداد أي أنني أستطيع تبسيط الأعداد أو أستطيع ضرب البسط في البسط والمقام في المقام أو اختصار البسط مع المقام مثلا لو كان لدي 10 على 25 عوامل العدد 10 هي 5 في 2 وال25 خمسة في 5 وهنا أستطيع تبسيط الخمسة مع الخمسة يبقى 2 على 5 في السؤال الأول لدينا هذه العوامل 4YY-3YZ4 لا أستطيع تحليلها في البسط لكن المقام به Y-2 أي أستطيع أن أحلل هذا الحد من الدرجة الثانية وأحلله كما كنا نقوم بالصف التاسع أبحث عن عددين ناتج ضربهم سالب 6 وناتج جمعهم سالب 1 لأن Y-2 معاملها 1 طبعا العددين إذا ضربناهم يعطيك سالب 6 هي السالب 3 وموجب 2 سالب 3 في موجب 2 سالب 6 بالفعل وإذا جمعنا هذه الأعداد يعطيك سالب 1 فيكون التحليل Y-3 وYZ2 وطبعا لا ننسى Y في الخارج الآن أقوم بحثف Y-3 مع Y-3 أي أقوم بقسمتها على بعض وأيضا ال-Y مع ال-Y فيبقى لديك 4 YZ4 على YZ2 الآن السؤال المهم هنا ذكر لي تحت أي ظروف يكون التعبير غير معرف طبعا في حالة الكسر لا يجوز دائما أن يكون المقام قيمته صفر لأنني لا أستطيع القسمة على العدد صفر فأريد أن أبحث عن الأعداد التي تجعل من مقامي قيمته صفر نأخذ المقام YZ2 ونساويه بالصفر لأبحث عن هذه القيمة فإذا كانت YZ2 تساوي الصفر فالقيمة التي تساويها الصفر هي السالب 2 فإذا كانت قيمة Y سالب 2 فهذه القيمة تجعل المقام صفر لكن هل هي هذه القيمة فقط؟ لا يجب أن أعود إلى الخطوة التي كانت في السابق من الممكن أن يكون هذا الحد الثاني قيمته صفر يكون فقط إذا كانت قيمة Y ثلاث لأن ثلاثة ناقص ثلاث يعطيك صفر والصفر ضربه في كل المقام يساوي الصفر أيضا من الممكن أن يكون هذا الحد الأخير في الأول ال-Y فقط هذه ال-Y تساوي الصفر إذا كانت قيمتها فعلا صفر فلذلك أنا هنا لدي ثلاثة عدد إما الصفر أو الموجب الثلاث أو السالب الثنان ولا حضور دائما تأخذ بعكس الإشارة فلو بدأنا هنا في هذا السؤال ما هي القيم التي تجعل من هذا المقام غير معرف هي الموجب واحد والسالب خمسة والموجب اثنان لأن هذه الأعداد إذا قمت بتعويضها في المعاملات أو في العوامل في المقام تكون قيمته الصفر الآن للتبسيط زد زائد خمسة مع زد زائد خمسة لكن في البسط سأقوم بتحليل الحد من الدرجة الثانية الحد هذا زد أثنان زائد اثنان زد ناقص ثمانية ابحث عن عددين ناتج ضربهم السالب ثمانية وناتج الجمع موجب اثنان طبعا يجب أن يكون إحدهما السالب والآخر موجب ويكون الأعددين هو الموجب أربعة والسالب اثنان فلذلك زد سالب اثنان أو ناقص اثنان وزد زائد اربعة والكل على زد ناقص واحد وزد ناقص اثنان لأن زد زائد خمسة وزد زائد خمسة حرفناها فأستطيع الآن أيضا اختصار أو تبسيط زد ناقص اثنان مع زد ناقص اثنان فيبقى لديه فقط اثنان زد في زد زائد أربعة على زد ناقص واحد هذا هو أبسط صورة لهذا التعبير هذا السؤال سؤال اختياري لأي قيم من اكس يكون قيم غير معرفة هي القيم التي تجعل قيمة المقام صفر أي من الأفضل أن تقوم بحل هذه المعادلة خذ المقام وساويه بالصفر طبعا هذه المعادلة في البداية أقسم على سالب ستة سأقوم بالتفصيل على سالب ستة أستطيع أن أحذف السالب ستة مع السالب ستة يبقى X2 ناقص ثلاثة X ناقص عشر يساوي الصفر لأن الصفر على سالب ستة هي الصفر أستطيع أن أقوم بالحل بالآلة الحاسبة مثلا هنا في الأسفل رقم A أختار بلونوميا لكثيرة حدود 2 وهي من الدرجة الثانية أيضا 2 ونحن أدخل المعاملات 1 وسالب 3 وسالب 10 يساوي أعطاني العددين إما 5 أو سالب 2 أو إذا أردت أن أقوم بالتحليل أبحث عن عددين ناتج ضربهم سالب 10 وإذا جمعناهم سالب 3 وطبعا هي السالب 5 وموجب 2 لكن هنا سأكتبها على شكل عوامل x-5 وx زاد 2 وإذا قمنا بحل هذه الأقواص القوس الأول إذا قمت بحله يكون موجب 5 وهذا السالب 2 فلذلك الحل هو 5 موجب والسالب 2 هنا التحليل سيكون بإخراج عامل مشترك في البسط وهو زد نستطيع إخراج عامل مشترك زد يبقى لديك في البسط الاكس وناقص 4 من البسط كما ذكرنا زد يبقى لديك اكس ناقص 4 لكن في المقام لا يوجد تحليل الزد اس 2 كما هي لا تحلل هي زد في زد وهنا 4 ناقص x الآن أستطيع تبسيط الزد اس 1 مع زد اس 2 يبقى في المقام زد اس 1 لكن هذا القوس x-4 و4 ناقص x لو كان لديك a-b هي نفسها السالب 1 مضغط في b-a لأن السالب 1 تقوم بعكس الإشارات فهنا لماذا كتبت هذه الحالة؟ لأن عندما يكون لديك x-4 و4-x حدود مختلفة في الإشارات فأستطيع حثفها لكن يبقى لدي سالب 1 فمن x-4 وال4-x بقي سالب 1 والزد في المقام أيضا تبقى زد هنا لديك عامل مشترك la-b في الحد الأول يبقى b لأنها كانت b-2 يبقى منها فقط b والحد الثاني 5 الآن كما ذكرنا b-5 مع 5-b أستطيع تبسيطها أو حثفها لكن بشرط أن يبقى لديك إشارة سالب 1 فسالب a-b على 5 زائد b هذا التبسيط أو هذا أبسط الصور لهذا التعبير هنا لديك عمليات ضرب وأيضا قسمة سأبدأ في هذا السؤال الضرب ابحث عن المتغيرات المتشابهة لديك هنا b مع b هي x-1 x-1 احذفها ال-a-s-1 وهناك a-s-2 يبقى a-s-1 c-s-2 و-c-s-3 يبقى c-s-1 في البسط هنا d-s-1 وهنا d-s-2 يبقى d-s-1 في البداية قم بكتابة المتغيرات التي تبقت a و-c و-d في المقام لا شيء هذه الأعداد أستطيع تحليلها أو من الممكن في الآلة الحاسبة كلها ضربها في بعض 12 ضرب 14 على 21 في 8 يساوي 1 إذن لا شيء يتبقى لديك فقط a-c-d وهو بالفعل لأن 12 في العدد 14 يساوي 168 وأيضا 21 في 8 168 و 168 على 168 هي 1 فإذن يتبقى لديك فقط a-c-d لو انتقلنا إلى السؤال b بطريقة مشابهة أستطيع البدأ بالأعداد ال-6 مع ال-18 يتبقى بها 3 وال-3 مع ال-21 تبقى من ال-21 سبعة لأن 7 في 3 هي 21 فإذن هنا بالنسبة للأعداد يتبقى لدي 7 على ال-15 وكما ذكرت تستطيع بالآن الحاسبة ضرب كل الأعداد ببعضها ليعطيك إياها بأبسط صورة ال-y مع ال-y تبسط بشكل كامل x-1 و x-4 يتبقى x-3 في المقام هنا أيضا لديك ال-b-us-2 أنقلها كما هي لا يوجد لديك b-us-2 a-us-1 في المقام و a-us-3 في البسط يتبقى منها a-us-2 وهذه بالفعل هي أبسط صورة لها الآن بالنسبة للقسمة تعلمتم في الصف الخام من miss والسادس عندما يكون لدي قسمة كسور أحول القسمة إلى ضرب وأعكس الكسر الذي في اليمين أي المقسوم عليه فهنا بنفس الطريقة تماما الكسر الذي في اليسار وهو المقسوم كما هو يكتب كما هو البسط بسط والمقام مقام لكن القسمة تحول إلى ضرب وهنا البسط أو الكسر الثاني يعكس يصبح 7-a-us-2-b-us-2 على 24-m-us-3 الآن أبدأ باختصار المتغيرات المتشابهة أو تبسيطها سأبدأ في ال-b-us-2-b-us-3 يبقى منها b-us-1 في المقام سنأخذ متغيرات ثانية مثلا a-us-2 وهنا a-us-4 يبقى فيها a-us-2 في المقام أيضا لديك t-us-2 كما هي تكتب لا يوجد لديك t تبقى لدي m m هي s-1 في البسط وفي المقام s-3 فلذلك يبقى منها m-us-2 والأعداد سأدخلها في الآلة الحاسبة 16-7 على 21-24 هي 2 على 9 هنا أيضا أعيد الكسر الذي في اليسار وهو المقسوم كما هو القسمة تكتب على شكل ناتج ضرب أو على شكل ضرب عفوا عملية ضرب والمقسوم عليه أي الكسر الذي في اليمين قم بعكسه 16-a-us-2-x على 6-x-2-y-us-4 الآن نبحث عن التغيرات المتشابهة ال-b-us-4 كما هي لا يوجد لدي أي b منهما هنا x-us-4 معك x-us-2 يتبقى في البسط 2 4-2 وx-us-2 الضرب x-us-1 لاحظ بسط في البسط أقوم بجمع الأسس تصبح x-us-3 لكن إذا كان لدي بسط ومقام أطرح الأسس فمثلا لو أخذنا ال-a أو ال-y أحدهما نبدأ في مثلا ال-a-us-4 a-us-2 أقوم بطرح الأسس 4-2 يتبقى 2 في المقام a-us-2 وأيضا في النهاية سأقوم بحساب العداد 12 في 16 على 40 في 6 ويساوي 4 على 5 ولا تنسى ال-y يبدو أنني نسيت كتابتها في المقام y-us-2 هنا سأقوم بالتحليل في البداية بإخراج عام المشترك وهو عدد 4 يبقى 2x-5 أما في البسط المقام عفوا هنا تحليل من الدرجة الثانية x-us-2 المعامل الرئيسي لها 1 أبحث عن عددين ناتج ضربهم سالب 35 مجموعهم موجب 2 وهو سالب 5 وموجب 7 إذا ضربنا هذه العداد يعطيك سالب 35 ومجموعهم هي موجب 2 في البسط هنا نبحث عن أعداد إذا ضربناهم سيعطيك موجب 10 هي سالب 2 في سالب 5 وإذا جمعناهم بالفعل سالب 7 وأعيد هذه تستطيع تحليلها بالآلة الحاسبة لكن دائما اعكس إشارة الحل الآلة الحاسبة تعطيك الحل وأنا لو أريد الحل أريد أن تحليل على شكل عوامل في المقام في البداية أستطيع إخراج عامل مشترك يبقى X2 ناقص 4 وهنا يجب أن تنتبهي لهذه فكرة جديدة وهي الفرق بين مربعين عندما يكون لديك حدين بينهم إشارة طرح نأخذ جدر الأول ناقص جدر الثاني وجدر الأول زاد جدر الثاني فمثلا هنا الأربعة لوحدها هنا X ناقص 2 وX زاد 2 هذا يسمى فرق مربعين X ناقص 5 الآن مع X ناقص 5 وX ناقص 2 مع أيضا X ناقص 2 ولديك العدد 4 أستطيع أيضا حذفه يبقى 2X ناقص 5 على X زاد 7 مضرور في X زاد 2 في البسط الأول هنا عددين إذا ضربناهم يعطيك 20 هو الخمسة والأربعة لكن مجموعهم سالب 9 فلذلك سالب 5 وسالب 4 فسيكون التحليل X ناقص 5 وضرب X ناقص 4 لكن لو أردت أن أقوم بإيجاد الحل هو يكون موجب 5 وموجب 4 هذا لو كان الحل فمثلا لو قمت بتحليل البسط أيضا سالب 9 وموجب 20 لاحظوا الحل 5 و4 فأقوم بعكس الإشارات لكتابة العوامل هنا عددين هما 37 إذا ضربناهم يعطيك 21 ومجموعهم بالفعل 10 فلذلك X زاد 3 وX زاد 7 هنا نحولها إلى ضرب ونعكس البسط والمقام فأنا سأقوم بالتحليل وأعكس مباشرة المقام كان 6X زاد 42 أكتبه في البسط وأقوم بإخراج عامل مشترك هو 6 يبقى X زاد 7 هذا يكتب في المقام عددين ناتج ضربهم سالب 12 ومجموعهم سالب 1 هي سالب 4 وموجب 3 أعيد سالب 4 أي X ناقص 4 وX زاد 3 ولكن كما ذكرت سأقوم بعكسه لأن كان لدي قسمة حولتها إلى ضرب فسأكتب في المقام فسأكتب في المقام X ناقص 4 وX زاد 3 الآن ألاحظ مثلا لدي X ناقص 4 هنا X زاد 7 يبقى في البسط العدد 6 مضرب في X ناقص 5 أما في المقام X زاد 3 ضرب X زاد 3 أي هو نفس الحد فأكتب X زاد 3 X 2 لأنها ناتج ضرب فأستخدم الأسس هنا لدينا كسر على كسر لاحظوا البسط الذي في الأعلى هذا كله البسط أقوم بتحليله X ناقص 2 X 2 هي X ناقص 2 مرة ثانية X ناقص 2 أما المقام الخاص به الاثنان في الخارج عددين إذا ضربناهم أربعة وهي سالب أربعة في سالب واحد لكن كما درسنا في الصفة الثامن عندما يكون لديك كسرين على بعض أقوم بتحويل الكسر إلى ضرب وأعكس الكسر الذي في الأسفل أي هذا الكسر يصبح بالعكس أكتبه في العكس الأربعة X ناقص 10 يكون هو البسط وأقوم بتحليله أخرج عام المشترك 2 يبقى 2 X ناقص 5 والذي كان في الأعلى يصبح في الأسفل وهو فرق مربعين X ناقص 2 و X زاد 2 سنعيده مرة ثانية في السؤال الثاني الآن نبدأ بحذف X ناقص 2 مع X ناقص 2 فقط وال2 مع ال2 يبقى لديك كما هي 2 X ناقص 5 في X ناقص 2 والكل على X ناقص 1 و X ناقص 4 وأيضا X زاد 2 مرة ثانية لديك كسرين على بعض هذا كما هو يكون لكن قم بتحليله أما الكسر في اللون الأخضر يجب أن تعكسه وتحول إلى إشارة ضرب Y زاد 7 Y ناقص X الآن أبدأ بالتحليل X أس 2 ناقص Y أس 2 عملية طرح فلذلك أستخدم فرق مربعين X ناقص Y و X زاد Y وأيضا في المقام نفس الشيء لديك عملية طرح فرق مربعين بين Y أس 2 و 49 Y ناقص 7 Y زاد 7 أو العكس Y زاد 7 في Y ناقص 7 لكن الطرف الثاني لا يحلل الآن أبدأ بهذه الاختصار والحذف بينهم لديك Y زاد 7 مع Y زاد 7 مباشرة ولديك X ناقص Y Y ناقص X هي نفس الشيء لكن باختلاف الإشارة فلذلك أقوم باختصارها وأضيف إشارة السالب أو السالب واحد فيبقى لدي فقط سالب واحد في X زاد Y على Y ناقص 7 إما تركه كما هو أو أقوم بتوزيع إشارة السالب إما على البسط أو على المقام أنا سأقوم بتوزيعه على المقام فإذا أدخلنا السالب على المقام يصبح 7 ناقص Y وعيد يأدخله على البسط أو على المقام أو أتركه كما هو هذه إشارة السالب نعيد هنا مرة ثانية التبسيط مثلا لدينا البسط في السؤال واحد يحلل باستخدام عددين ضربهم سالب 24 وناتجهم سالب 5 أما المقام فرق مربعين X-8 و X-8 هذا فرق المربعين من الممكن مراجعة الدرس من درس الصف التاسع موجود هنا في اليوتيوب أما في المقام إما استخدم الآلة الحاسبة لكن إذا استخدمت الآلة الحاسبة ستظهر لك حل هذه المعادلة فقم أنت بعكس الإشارة تصبح X-3 و X-8 لأن ناقص 8 في موجب 3 تعطيك سالب 24 وإذا جمعناهم يعطيني سالب 5 فقط أستطيع تحليل أو اختصار هذا الحدين فيبقى X-3 على X-8 هنا البسط لا أستطيع أن أقوم به أي شيء لكن في المقام في البداية أستطيع أن أقوم بإخراج عام المشترك هو الثلاث فإذا أخرجنا الثلاث يبقى لديك C-2 ناقص D-2 والC-2 ناقص D-2 هو أيضا فرق مربعين فيصبح في المقام ثلاثة مضربة في C-D و C-D هذا الفرق المربعين والآن C-D مع C-D أحذفها أو أقوم بتبسيطها فيبقى واحد على ثلاثة في C-D متى تكون غير معرفة؟ إذا كان المقام يساوي الصفر أي قم بحل معادلة معادلة المقام إذا ساوت بالصفر إما حلها في الآلة الحاسمة مباشرة هي سبعة وسالب أربعة أو باختصار أنت تبحث عن تقوم بحل هذه المعادلة تساويها بالصفر وهنا تبحث عن عددين ناتج ضربهم سالب ثمانية وعشرين مجموعهم سالب ثلاث أي سالب سبعة وموجب أربعة هذا نسميه عامل القوس الأول حله موجب سبعة لأن سبعة ناقص سبعة هي الصفر والقوس الثاني حله سالب أربعة لأن سالب أربعة زائد أربعة يعطيك أيضا صفر فالحل هو الأخير في المقام في هذا السؤال فرق مربعين خمسة ناقص وي وخمسة زائد وي لاحظوا الحد الذي في اليسار هو دائما الموجب لكن الذي في اليمين يتغير موجب سالب هنا الثمانية والخمسة أو السالب خمسة يعطيك سالب أربعين ومجموعهم بالفعل موجب ثلاث فواي ناقص خمسة وأيضا واي زائد ثمانية وي ناقص خمسة مع الخمسة ناقص وي أستطيع اختصارها لكن يبقى سالب واحد تذكر لأنهم متعكسين في الإشارات فيعني سالب واي زائد ثمانية على خمسة زائد وي السؤال التالي هنا بطريقة مشابهة لدينا في البداية عامل مشترك اكس يبقى اي اوس اثنان ناقص بي اوس اثنان وهنا عامل مشترك وي يبقى بي ناقص وي أو اي عفوا في البسط لديك فرق مربعين المقام كما هو والاكس كما هي لكن اي اوس اثنان ناقص بي اوس اثنان هي اي ناقص بي ضرب اي زائد بي هذا هو فرق المربعين اي ناقص بي في اي زائد بي الآن لديك اي ناقص بي مع البي ناقص اي أستطيع حثفها لكن لأنهم متعاكسين يبقى لديك إشارة السالب فسالب اي اكس اي زائد بي والكل على وي السؤال السادس الآن لكن انتبه هذا السؤال هنا يقصد هنا إشارة الضرب هذه الضرب ليست اكس هناك خطأ في التباعة مباشرة ابدأ مثلا بالحدود او المتغيرات التي تشبه بعض مثلا لديك وي اوس اربعة وي اوس ثلاث يبقى في البسط وي اوس واحد والواي اوس واحد مع الواي اوس واحد في الاسفل فايدا قمنا بتبسيطها بشكل كامل لم يبقى وي زد اوس واحد مع زد اوس ثلاث يبقى زد اوس اثنان وإكس اوس واحد مع اكس اثنان ايضا يبقى اكس اوس واحد فلذلك بالنسبة للمتغيرات في المقام XS1 فقط وفي البسط يتبقى لدي أيضاً ZS2 أما بالنسبة للإعداد دائماً من الأفضل استخدام الآلة الحاسبة 27 في 8 على 16 في 9 يعطيك 3 على 2 هنا قسمة فهذه القسمة تحول إلى ضرب لكن بشرط أن تحكس الكسر الثاني فالآن نقوم بإعادة الكتابة لكن بعكس الكسر الثاني وهو المقسوم عليه قمنا بعكس البسط والمقام ابدأ بالبحث عن المتغيرات المتشابهة وقم بتبسيطها مثلاً نبدأ بأي متغير أياً يكون ليكون X هذه XS1 وهذه XS3 يبقى في البسط XS2 سأكتبها كي لا أنسى ننتقل إلى متغير ثاني مثلاً الـ BS1 مع BS2 يبقى B في المقام A كما هي لا يوجد A YS3 في المقام ولديك هنا YS1 في البسط يبقى YS2 الأعداد أعيد سأستخدم دائماً الآلة الحاسبة للأعداد 12 في 26 على 13 في 36 هي أيضاً يعطيك 2 على 3 السؤال التاسع سأقوم بحله وهو قسمة أي هناك عكس للبسط والمقام في البداية هنا فرق مربعين للكسر الأول A ناقص B و A زائد B أما المقام هنا لديك عدة خطوات لتحليله في البداية قم بإخراج عامل مشترك وهو الثلاث جميع الحدود تقسم على الثلاث A أس 2 ناقص 2A زائد 1 ثم بما أنه A أس 2 يجب أن أقوم بتحليله أيضاً فأبحث عن عددين ناتج ضربهم موجب 1 وناتج جمعهم سالب 2 وهو سالب 1 وسالب 1 لأن سالب 1 في سالب 1 موجب 1 لكن سالب 1 زائد سالب 1 هي سالب 2 فA ناقص 1 في A ناقص 1 كما هي القسمة تصبح ضرب وهنا سأقوم بالعكس فمثلاً هذا في البسط وهو لديه عامل مشترك 4 سأكتبه في المقام A زائد B هنا فرق مربعين A ناقص 1 و A زائد 1 عندما يكون لديك حدين وبينهم عملية طرح استخدم فرق المربعين A زائد 1 ولاحظوا قمت بعكسهم لأنها كانت قسمة حولتها إلى ضرب الآن أبدأ لدي مثلاً A ناقص 1 و A ناقص 1 وأيضاً هناك A زائد B و A زائد B فقط هذا هو الذي استطيع تبسيطه فأعيد الكتابة A ناقص B في A زائد 1 على هنا A ناقص 1 تبقت والثلاثة في أربعة يعطيك 12 في المقام طبعاً فلذلك A ناقص B A زائد 1 على 12 A ناقص 1 هنا الكسر هذا كله في الأعلى كما هو 4X على X زائد 6 لكن الكسر الذي في الأسفل يجب أن يعكس وتحول إلى عملية ضرب وسأقوم بتحليله مباشرة البسط الذي كان في هذا الكسر به عاماً مشترك X ويبقى X ناقص 3 أما هنا نبحث عن عدد دي ناتج ضربهم سالب 18 ومجموعهم موجب 3 هي سالب 6 أو عفواً موجب 6 وسالب 3 فX ناقص 3 وX زائد 6 عكستها لأنه كان كسر في الأسفل X زائد 6 مع X زائد 6 وX ناقص 3 وX ناقص 3 وX مع X تبقى فقط العدد 4 السؤال الأخير الذي سأقوم بحله أعطاني الحجم أعطاني حجم ويريد البحث عن الطول والعرض وهو أيضاً أعطاني ارتفاع هذا الصندوق ارتفاعه X أنا أعلم أن حجم هذا الصندوق يعطى بالقانون الطول في العرض في الارتفاع ال WH إذا قسمنا هذه المعادلة أو هذا التعبير على الارتفاع على H لإيجاد الطول والعرض يبقى لديك الحجم على ارتفاع يساوي الطول في العرض وهذا الذي سأقوم به سأقسم الحجم على الارتفاع الحجم هو 6X3 زائد 11X2 زائد 4X وقسمه على الارتفاع X الآن هنا في البص لدي عام المشترك وهو X في كل الحدود يبقى 6X2 11X1 و4 فقط والكل على X طبعا هناك دروس عدة في الصف التاسر تستطيع مراجعتها أي وقت لتبسيط هذه الحدود النسبية يبقى لدي 6X2 11X زائد 4 عندما حدفت الـ X هذا الحد كيف أقوم بتبسيطه أو تحليله أقوم بضرب العدد 6 في 4 لأن المعامل لاحظه الـ X2 ليست واحد هناك لرقم 6 جميع المسائل السابقة كانت X2 لوحدها أي معاملها واحد 6 في 4 و 24 نبحث عن عددين ناتج ضربهم 24 ومجموعهم 11 طبعا هما الثمانية والثلاث فأعيد كتابة المسألة مرة ثانية بإعادة صياغة الحد 11X يكتب 8X زائد 3X فأنا قمت بالتفكيك هذا الـ 11X 8X زائد 3X طبعا زائد كم؟ زائد 4 كما هي والآن سأقوم بإخراج عامل مشتركة من كل حدين هنا أستطيع إخراج عامل مشترك هو 2 وX فيبقى 3X زائد 4 لأن أخذت 2 من العدد 8 والX كما هي والحد الثاني والثالث كما هو لن أقوم بإخراج عامل مشترك اعتبر أن العامل مشترك هو 1 ف3X زائد 4 وضح بين أقواص وكما ذكرت تخيل أنني أخذت عامل مشترك هو 1 فألاحظ هناك عامل مشترك آخر 3X زائد 4 فأستطيع أن أخذه كعامل مشترك ويبقى في الحد الأول 2 وهنا يبقى الـ 1 ليس الصفر يبقى العدد 1 هذا الحد مضروف في 1 فهذا هو الطول وهذا هو العرض أين هو الطول أين هو العرض أنا لا يهمني الآن لكن أحدهم الطول والعرض السؤال الثاني طلب مني إيجاد النسبة إذا كانت X قيمتها 2 فأعوض 2 في كل حد الحد الأول 3 في 2 زائد 4 يساوي 10 والثاني 2 في 2 زائد 1 5 والارتفاع هو X يساوي 2 فالنسبة هي 2 إلى 5 إلى 10 سأعرض الآن جميع الحلول بشكل مباشر وأنوه الآن الحاسبة تستطيع معرفة الحل من المسائل الإختيارية دائما وسأعرضها في وقت لاحق شكرا لكم